اهلا بحضراتكم الجديد اتفقنا دايما وابدا معاكم في مالك وكتابة على انه من لا يملك ماضي لا يملك لا حاضر ولا مستعبل وما ظنش في تاريخ الرياضة مش المصرية تاريخ الرياضة عمتا تاريخ علاقة الانسانية بالرياضة علاقة البشرية بممارسة هذا النشاط الانساني انه فيه كيان اتوجد لممارسة الرياضة اثر فيها واكتسب شعبية وحقق بطولات في لعبتها الاهم وهي كرة القدم اكتر من النادلها ده مش كلام ولا يعني لا هي مجاملة ولا مبالغة الارقام بتقول كده انه ده اكثر اندية الكرة الارضية تحقيقا للبطولات المتنوعة في كرة القدم عشان كده عنده هذا الارث الحضاري الرياضي الكبير والتواجد الدولي ومتواجد دوليا ومؤثر في حركة مجتمع وحد عشان كده اللي عنده ماضي ما يتخافش عليه لانه باستمرار عنده دستور باستمرار عنده تراكم خبرات باستمرار عنده جوامح بتقدر تحدد اتجاه حركته واتفرمله وقت اللازم او وقت التدخل او الوقت المناسب عنده خبرات هزي الخبرات رايح عفين الاتجاه انه محددالك معالم طريق انت ماشي فيه الى منصة التتويق الفقرة ديت مهم جدا فيها ثلاث اربع نقط النقطة الاولى ردا على كذبة ولاد النادي وافضلية ولاد النادي النادي الاهلي ولاده هم المنتمين ليه هم المخلصين ليه لانه ممكن اعدد معاكم اسماء كتيرة جدا لعبة في الاهلي من ولاد الاهلي اللي تربوا في الاهلي من مدرسة الكرة وما حفظوش العهد وما صنوش الوعد وما كملوش في الحفاظ على قيم وتقاليد ونظام النادي الاهلي وفيهم ناس كتيرة الاهلي مشاها لا اسباب سلوكية كتيرة حضراتكو تعرفوها وفي نفس الوقت فيه ناس جات للاهلي منتقلة من اندية اخرى اثبتت في انتمائها واخلاصها وعطائها وافتفنيها للاهلي اللي يخليها مضرب المسل اللي تسجل بصمات تاريخية بجد في سجلات النادي الاهلي استاذ ابراهيم حدي مسل مسل قلت قبل كده برضو معاك بس نذكر به لما كون عيان ابني اللي يجي يديني الدواء يفكرني فلو ابني الجران ضرب الجرس ولا داخل علي قال لي خدت الدواء امكن راح داخل جاي بكبات مية ودهاني يما هو ده ابني لان لو ابني في الوقت ده بيلعب مع اصحابه تحت يبقى مش ابني وده اللي بيديني الدواء والمشهد ده بيلخص كل اللي انت عايز تقوله لان الحقيقة في خلط جامد جدا ايوه ولادي النادي اللي تربوا وتربوا بمفهوم النادي اللي تربوا بمفهوم النادي هي ديت ازاي انت قدرت تحافظ على النادي ازاي قدرت فعلا تحتفظ بقيمة الاهل عندك وتقدر تخلص للنادي لازم تتلاشى من الازهان كلها فكرة اي فصل لانه الموقف اللي انا هقوله لكم لنجم جيل الاهل من الاقاليم جاي من طنطة لكنه ضرب المثل في التمسك بالاهل هو وزميل وقتها في مواجهة السلطة الرياضية الحاكمة وفي مواجهة موقف شديد الخصوصية في تاريخ النادي الاهلي انتم متخيلين انه الاهل بيتقفل الاهل بيتقفل وقرر بيظهر تسريح فرية الكورة لكن النجم اللي هنتكلم عنه مع زميله ازباته لا ولا حد يقدر ولا ينفع ولا يصير ابدا قرر براحتك اعمل اللي تعمله بس الاهلي ما يتقفلش قالوله هتروح قالولهم مقولة شهيرة جدا لازالت الاجيال بترددها عشان كده بنتوقف النهاردة عند ازمة الاهلي واتحاده الكورة ومباراة الترامي الشهرة في منتصف الخمسينيات ليه؟ لانه توتو ابن الاهلي لعب الاهلي هداف الاهلي اللي جاي من طنطة عمل اللي محدش عمله من ناس كتيرة اللي ومن دول وده التاريخ اللي بيفسر الحاضر ويرسم خطوط المستقبل حفاظا على النادي الاهلي وكمان علشان تبقوا عارفين انه الناس لما النادي الاهلي بياخد موقف ضد اتحاد الكورة عشان اخطاء موجودة او عشان ظلم بيقع على الفريق او علشان اهدار لقيم العدالة في ادارة المسابقة الناس بتتخيل انه المجلس بيستعرض عضلاته المجلس عايز يعمل ما عرفش فيها ايه قصو المجلس قصو الاهل عمرو ما كان بيعمل كده الاهل مش هو ده اللي بينسحب وكلام كتير بتسمعوه وكأنه مش الاهلي اللي اخد هذا الموقف العنيف جدا في مباراة الترامي الشهيرة اللي بنقولها كمان ردا وتأكيدا على مقولة نادي الدولة فردلوا شوفوا نادي الدولة بيحصل ايه في فرق يا سيد سبريم تاني بنادي الدولة ونادي السلطة نادي دولة يعني ايه نحقق اهداف الدولة متصقين مع اهداف الدولة مش العكس نادي دولة مش نادي الدولة مش نادي السلطة ايوة نادي دولة في تصرفاتي وفي مسؤولياتي نادي الدولة فكرة تانية خالص لا مدون أن أقول دولة خلي بالي من التصرفاتي أتصرف بهذا المفهوم مش إننا المدلل من الدولة أيها سنة 55 موسم 54-55 إلا اللي بيلعب مع نادي الترام ونادي الترام نادي من إسكندرية اختفى بعدها يعني فترة معادش موجود المباراة كانت في الأسبوع الستاشر وكانت دوري وقتها عشر فرق فقط تخيلوا إنه المباراة في ملعب النادي الأهلي اللي هو سمي لحقاً بنادي ملعب مختارة تيتش فيه 25 ألف متفرج بصوا سنة 54-55 بيحضر المباراة الأهلي والترام في ملعب الأهلي ما قافل 25 ألف إحنا بنترجى دلوقتي يسمح بـ 5000 بعد بقى إيه ده 100 مليون أو 120 مليون متخيلين إنه الأهلي بيلعب مع الترام اللي بيحكمها الكابتن حسين إمام بصوا الحاجة يعني الزمن الجميل اللي بيدير المباراة دي جارت الأهرام الأهلي يفوز على الترام بعد مباراة مؤسفة 3-2 مؤسفة ليه؟ أكيد اللي متابع فيكم وقاعة تاريخية هيعرف واللي مش متابع هنحكيها لكم ببساطة الأهلي متقدم أو اللي بيحكم المباراة حسين إمام وده يا جماعة إمبراطور الملاعب عم الكابتن حماد إمام في محدش يصل على انتماءه بس كمال حمل الراية مين؟ حمل الراية لكابتن محمد حسن حلمي محمد حسن حلمي زمورة رئيس نادي الزمالك بعد كده اللي وقتها سكرتير مساعد نادي الزمالك انت متخيل انت جايب يحكم المباراة المؤثرة للأهلي مع الترام عم الكابتن حماد إمام الامبراطور حسين إمام واللي المساعد بتاعه السكرتير التنفيذي المساعد لنادي الزمالك لاندي أتوقف عند حسين إمام لأنه كان راجل مختلف وحتشوف من موقفه هنا أنه راجل مختلف هو كان المشرف الرياضي لكلة الزراعة فعلاقتي بيه كانت مباشرة في الفترة دي لأننا يعني طالب في الكلية وهو مشرف النشاط الرياضي وحكم شغف بالرياضي أنا طوله أنه هر في الملاعب وعلى احتكاك به وجي بقى إبراهيم الخليل وهمام الشريف وميم عبدالقاوي وريعه وكانت فرقة كرة مبدعة جدا فتعاملنا مع الراجل ده عن قرب ده مختلف ولعشان كده كان اسمه الامبراطور كان لا يسمح بانتماؤه أبدا يأثر على خرار وده وضع في إدارته للمباراة أنا بقول لكم وعكس بقى طبعا كابتن محمد حسن حلمي اللي هو رأس نادي الزمالك والرمز التاريخي لنادي الزمالك في الفترة دي هو حامل الرئيسي مع حسين إمام كان السكرتير التنفيذي لنادي الزمالك أو السكرتير المساعد رئيس نادي الزمالك وقتها محمود شاوي ومعاهد دكتور محمد نصر والدكتور أحمد عوني وكيلين واسماعيل شاكر سكرتير عام والبجباشة يوسف العجرودي أمين سندوق والمهندس محمد حسن حلمي سكرتير المساعد وده اللي يعنينا إذن هو كان في مجلس إدارة نادي الزمالك والسكرتير العام والسكرتير المساعد بيصدر بهم قرار بالتعيين المباراة قال عنها إيه حسين إمام لأنه حصلت مشكلة نتيجة الهل فايس 3-2 حصلت وقعة قال الكابتن حسين إمام وأنا هنا بقرأ النص بتاعه بقى في التأرير بتاعه قال أنا أنظرت توني توني لعب الترام لارتكاب أحد الأخطار ولما ارتكب خطأا ثانيا قصدته إليه جريا جريت عليه ولحظت أنه في الجهة الأخرى ترمى زجاجات بالملعب ناحية الثانية المدرجات بترمي منها زجاجات اتجهت إليها وفي العودة رأيت توني يضرب طلعت طلعت عم حميد شايف توني لعب الترام بيضرب طلعت عم حميد لعب الله فطلبت منه الخروج من الملعب ادته كارت ترد ولم أرى طلعت يضرب توني هو عاقب اللي شافه شاف واحد بيضرب طرد اللي ضارب بيقولوا إذا بالأستاذ محمد حسن حلمي حامل الراية يدخل للملعب والقانون لا يعطيه هذا الحق ده تقرير الكابتن حسين إمام اللي نشر وقتها في الأهرام الصورة شايفينها حضراتكم قال والقانون لا يعطيه هذا الحق مش من الحقه ينزل للملعب هو حامل رأي على الخط ده مش نزلي بس ده بيقترح علي طرد طلعت لعب الأهل وبيقولي الكابتن حسين إمام الحكم والقانون يعطيه فقط وصف الحالة دون تكييف القرار أما يقوليش يعمل ايه؟ هو يقولي حصل كذا أنا شفت كذا إنما ما يكيف ليش القرار كمان بصوا بقى الإمبراطور حسين إمام فشككته في الأمر الفر لعب في عبه إنه الكابتن محمد حسن حلمي كده مش فيه ده حسين إمام قالك فشككته في الأمر الراجل ده مش مش مزوط فلم أستمع إليه وأنهيت المباراة في موعدها المحدد بالضبط وكتب حسين إمام تقريره دون أي إدانة للأهل ولماتش خلص ثلاثة اتنين طيب حلم؟ الحكم سيد الملعب قضيت ايه؟ وده إمبراطور مش جونة حسب ولا ضرب الجزاء طرد لعب آه بالضبط والواقع بعد الهدف آه فبيقول كتبت تقرير الاتحاد الكرة اللي اتنشر ده فإذا بحامل الراية الأستاذ محمد حسن حلمي يكتب تقريره وراخر ويقول إنه كان يجب على الحكم طرد طلعت عبد الحميد فالتحاد الكرة كان عبد العزيز عبد الله السلم رئيس اتحاد الكرة زم الكاو وده رجل زم الكاو طيب الطبيعي والبديهي والسليم والمنطقي واللي أي حد يقوله الحكم سيد الملعب وتقرير الحكم بينفذ والأول مرة الناس ديات تقولك ده بياخد بتقرير حامل الراية ضد تقرير الحكم فبيقول لكابتن حسين امام كتبت وإذا باتحاد الكرة عنده تقرير من حامل الراية المباراة عشان تبقوا في الصورة الترامل أول تقدم جنين بعدها الآله جاب جنين كابتن حلم أبو المعاطي جاب ضربة جزاء ونجمينا الليلة توتو سجل هدف التعادل بضربة رأس لعيبة الترامل حكم المباراة السيني لم يتراجع عن احتساب الكرة هدف كرة توتو قبل النهاية بدقائق وجه مصطفى سجل هدف الفوز للأهل ليحتاج لعيبه الترامل وتوني يضرب طلعت والجماهير والواقع اللي حصلت اجتمع اتحاد الكرة عنده تقرير من حامل حكم المباراة سيد الملعب المسؤول عن كل حاجة واللي شفته التقرير بتاعه اللي نشر في الأهرام وعنده تقرير طلب من الأستاذ محمد حسن حلمي زي ما قال الكابتن حسين الإمام الاتحاد اجتمع يوم كام؟ يوم 27 إبريل 55 المفاجأة اللي استغربت لها كل الجرائد وقتها إنه اتحاد الكرة برئاسة عبدالله سالم أخذ بتقرير حامل الراية محمد حسن حلمي على أساس إن الحكم لم يطرد طلعت عبد الحميد والغريب إنه اتحاد الكرة تجاهل تقرير الحكم ده الأهلي اللي الحكام بيجملوه والاتحاد الكرة والسلطة والدولة واللي بقنا إياه التحاد بيتجاهل تقرير حكم المباراة وبياخد بتقرير حامل الراية اللي هو السكيرتير نادي الزمالي السكيرتير نادي الزمالي وقع غريبة جداً ما تحصلش في أي حتة في العالم وبيقرر للتحاد إعادة مباراة الأهلي والترام في طمب يا عم الأهلي كذبان تلاتة اتنين والمباراة انتهت النهاية الطبيعية زي ما الحكم كتب توديني ألعب في طمطة ليه تعيد المباراة في طمطة ليه وبياخد كمان مطشف طمطة وبدون جمهور وإيقاف طلعت مباراتين طردوه طردوه انتو طردوه بعد المباراة ثلاث ايام بصوا العمس يعني وخدوا عشان الأهلي ما يزعلش أو يهدوا من المسألة قالك وإيقاف توني لنهاية الموسم شو معنى؟ اللي ضرب اللي الحكم كتب فيه تقرير طيب ما هو لو فعلا إيقاف توني لنهاية الموسم يعني حسين إمام صح انه طردوه انه ضرب طب والتاني طلعت وبتعيد المباراة لإيه؟ لأنه حسن حلمي كتب طيب الأهلي يسكت عبود باشا رئيس النادي ساعتها أحمد عبود باشا وده واحد من كبار رجال الاقتصاد وقتها هنقولك قصته ولازم هنتكلم عنه في حلقة قريبة باستفادة لأنه من العلامات التاريخية في تاريخ الأهلي كان في لندن وكانت بدأت طبعا التوجهات الاشتراكية لثورة يوليو وبدأ الاتجاه نحو رجال المال والأعمال فعبود باشا واحد من رجال الصناعة الكبار في مصر بقى مستهدف ففضل برا لغاية لما تأميمت شركات بعد التأميم مجاش وهو برا مصر في الفترة دي مجلس دارة النادي اجتمع برئاسة نائب الرئيس الأمير لاي عباس حلمي الغمراوي لوجود أحمد عبود باشا في الخارج الجلسة دي كانت جلسة وده قيمة تاريخ النادي الأهلي الموسق لحد بيقدر يفتري ولا حد يقدر يقلب في تمام الساعة كام تمام الساعة السادسة السامنة يوم الساعة تمانية مساء يوم السابت تلاتين إبريل الف تشعمية خمسة وخمسين اتنين اربعة خمسة وخمسين عرض على المجلس بالضبط حيثيات اتخاذ القرار بالضبط إذن هي دراسة قانونية مش دراسة مزاجية أو انفعالية أو مش بالدراع نتيجة لقرار الأهلي اتحادوا كرة زنة ام عامل اجتماع بس شوية بعد خمسة ايام على ما ايه درسوا الموقف فاجتماعوا يوم ستة مايو لمواجهة تطور الأحداث طب عملوا ايه؟ والله الناس اللي في الجبلات حس انه من يومهم بيدوروا على التقريجات العجيبة دي طبعا فيش كده لا لا فيه كده عاملوا ايه؟ اعتمدوا نتيجة مباراة الأهلي والترامب تلاتة اتنين لصالح الأهلي اه؟ طب ما انتم خلسوا من مشكلت ايه؟ طيب النتيجة وينها للمباراة؟ ما انتم اللي لغيتوا المباراة وودتوها طنطة بدون جمهور طيب لا اللي كان عنده حاء تتعادل تعتمد نتيجة المباراة لصالح الأهل تلاتة اتنين والموافقة على قرار لجنة الدوري بوقف لعب الترامب توني حتى نهاية الموسم طيب وطلعت عم حميد الحاكم ما كتبش عنه حاجة وما فيش حاجة فخلاص ما يتوقفش لكن القرار التالت اللي قال لهم لا دي جبتوها منين بقى قال لك اقامة المباراة اللي جاية للأهلي مع الأولمبي في طنطة هم لازم ان يروح لسيد البدوي ليه يعني كانوا مزوين في شواط حمص من السيد البدوي انتوا ليه مصممين تعبوا لأهلي رغم ان انتوا بتقولوا انه مفيش حاجة خلاص اعتمدت المباراة وما وقفتش طلعت وقفت الرجل التالي هيت الموسم طيب فين الخطأ لا قال لك لا الماتش اللي جاية قالوا لهم بيروحوا طنطة طب ليه قال لك باعتبار خطاب استخالة النادي الأهلي واعتماد او بدلا من ملعب الأهلي يعني لا يلعب مع الأولمبي في ملعبه والموافع على اقتراح عبد الرحمن أمين كان رئيس اللجنة الأولمبية باعتبار استقالة الأهلي قائمة لحين ورود خطاب آخر من النادي يلغي الخطاب الأول يعني رئيس اللجنة الأولمبية متدخل لحل الأزمة فقال لك لا الأهلي منسحب من اتحاد الكرة يظل قراره ساري لغاية لما يبعد جواب يسحب هنا نقول فيه منطق أيوة انت بعضتلي جواب تقولي انك منسحب أنا قررت قررتها هي تقولي رأيك فيها رأيك فيها واسحب الاستقالة أنا ما أقدرش أقولك والنبي يرجع بس ياريت انت تبعد جواب تقولي اننا رجعت فتيجي منك تخذيجك كويس آه تيجي منك وبدلا لما الاتحاد يقول للأهلي لو النبي يرجع يخال رئيس اللجنة الأولمبية يقول للأهلي والنبي يبعد جواب تسحب به الجواب بتاع الانسحاب حددت اللجنة آخر معاد لرد الأهلي على هذه القرارات وسحب الاستقالة يوم عاشرة مايو يعني انت مجتمع ستة مايو هسله هو هو عايز تسحب الاستقالة ليه آه عشان يبقى فيه قبول للقرار ويلعب الأولمبي فيه طنطة طنطة فقالك اسحب بقى الجواب آه يبقى انت وفقت على القرار فالأهلي طبعا ما وفقش على القرار كامل لكن مجلس دارة الأهلي هم خدوا القرار يوم ستة مايو وحددوا للأهلي يوم عاشرة مايو تسحب القرار الأهلي قام مجتمع يوم تمانية مايو رأى انه قرارات اتحاد الكرة لم تغير من الأمر شيء قالك انا لم اخطئ على اي اساس عايزين يتوقف فيه على اي اساس انت بتنق المباراتي مع الأولمبي من ملعبي لطنطة يعني انا مش اقول الحمد لله حسبولنا الماتش ماقفوش طلعت كويس اتعشت كويس كده آه وبلاش بقى يا جماعة لا المسألة مسألة المبدأ ان انت فين بتعقبني ليه انا لم اخبر بالزبط آه قالك الاهلي السند على تقرير حكم المباراة حسين امام وعلى انه ما اخطأش في المباراة والاتحاد بيعتمد نتيجة المباراة والاتحاد بيوقف لعب الترام المعتدي كلها تصب فيه اتجاه انه الاهلي لم تصدر عنه اي اخطاء طيب جبت منين عقوبة الاهلي والالومبي يروحوا طنطا دي دي زي زي عقوبة السلة باقاف آه الجمال آه عشان جري نحية زمالك وسببه مستمير جودة ها اللي ابتدى المشكلة العملاقي الكبير ده الدول عشر تلاب جنيه فقط الجمال خد خمسين الف ومات شي طيب هي دي الحاجات بقى بالزبط وبالتالي الاهلي قال مجلس الادارة قرر ما انت حتجيلي كده حجيلك كده برضه انه بيعتبر قراره بالانسحاب قائم لانه قرارات الاتحاد لم تغير من الامر شي بشكل واضح مش هسحب الجواب انا مش معاكم لان انت بتعقبني بتقر مبدأ وكأنك عايز بس تاخد اي عقوبة على الاهلي وخلاص اتحاد الكرة قرر شرط بالاهلي من سجلاته قفلت خلاص بقى كنا مش هيبقى فيه اهلي بعد سنة خمسة وخمسين تاريخ الكرة يوقف عند خمسة وخمسين لا بش تجلاته الكرة الاهلي موجود لا فريق الكرة تاريخ الكرة يوقف بالنسبة للنادي الاهلي عند سنة خمسة وخمسين وفقا للأحداث ايه اللي حصل اصدر قرار خاص باللعبية طيب هتعمل ايه منت الاهلي خلاص انا مش معاكو وانا مش في الاتحاد وعمل زي مكان مختار تيتش لما قال لحيدر باشا وطلب منه الاعتذار عن سفر لعبة الاهلي في بداية الاربعينات لفلسطين وهدد مختار تيتش انه لو ما سحبتش او لو ما جتش كتبت اعتذار هتتشطب فرد عليه تيتش الرد التاريخي لا يشرفني الانتساب للاتحاد انت رئيسه وكان وقتها حيدر باشا رئيس اتحاد الكرة رئيس نادي الزمالك وزير الحربية مع بعض كده باكتش وكان الاهلي قال لك السلقالي نادي الحكومة ونادي السلطة بيعيد التاريخ نفسه مبدال بنتكلم في سنة اتنين واربعين والاربعة واربعين بنتكلم في خمسة وخمسين الاتحاد بيقف لعبة الاهلي بالكامل او الاهلي انسحب خلاص فبيشطب لعبة الاهلي من سجلات الاتحاد وبيخيرهم او بيطالبهم لانتقال لاندية تانية انا اللي هوزعكو بقى على الاندية التانية منح لعبة الاهلي مهلة شهر كل واحد فيكو ينقل فرقة اللي عايز يروحها دي صحيفة الاهرام زي ما انتو شايفين للازمة بعد اربع تيام فقط من قرار اتحاد الكرة لعبة الاهلي متسرحها والاتحاد حدد لهم معاد قدامكم شهر وهنتوزع على نوزعكو على الاندية بعد اربع تيام من قرار اتحاد الكرة لعبة الاهلي عملوا اجتماع في النادي قعدوا في النادي قرروا تأييد مجلس الادارة في القرارات اللي اتخاذها وعدم ترك النادي والانتقال لاي نادي اخر حتى لو طالت مدة الايقاف لاي عدد من السنين مش سايبين الاهلي واستمروا في التدريب في النادي توتو بقى وده اسم الشهرة للكابتن السيد محمد حسين عطية ده فرود مهم جدا النادي الاهلي كان جاي للنادي الاهلي من طنطة وواحد من الهدفين التاريخيين للنادي الاهلي لما بتذكر مباراة القمة هدف الاهلي توتو كان له موقف تاريخي لانه جابوه والعين عليه وعايزين يودوه لأي نادي ويعتبر طبعا يروح لنادي الزمالك او هو توتو اللي جانب عبود باشا ده ايوة اه فقالوله انت هتروح فين يلا توتو قال لهم انا مش ماشي من الاهلي قالوله اهلي ايه اهو توتو الخصائي في هز الشباك الزمالك توتو غاوي تهديف في الزمالك تخيلوا بيقولوا للكابتن توتو يلا عشان تمشي قال لهم انا مش ماشي من الاهلي قالوله اهلي ايه ما عادش فيه اهلي بص قال لهم الاهلي فيه جناين وانا فلاح هزرع الجناين دي ورعاه بلها كورة بصوا الناس ده كابتن رفعة الفناجيلي والكابتن توتو وكابتن عاد الهيكل لما الاهلي كرم كرم اه كرم رموز الكورة الاهلاوية في المقاوية كابتن عاد الهيكل في اليمين كابتن توتو في النص والكابتن رفعة الفناجيلي على الجميع رحمة الله فانتم متخيلين هزر الفلاح الاهلاوي الجميل يقولوله هتمشى اللهم همشوا رفعين الاهلي فيه جناين انا هقعد ازراحها ورعاها لكن مش هلعب في اي حتة برا الاهلي ياللي متعارف ان انا يقال وولاد الاهلي وولاد الجراني ده يبقى خل خل كابتن طرق طرق السعيد اه لو حصلت قرابة اه صحيح الاهلي وزمالك طيب اه تمسك توتو للناس اللي عايزة تعرف ايه اللي حصل نتيجة لموقف لعيبة الاهلي وتمسكهم بقرار نديهم اجتمعت قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة يوم 15 مايو 55 برئاسة عبود باشا توجيه الشكر لجميع اللاعبي 15 يونيو توجيه الشكر لجميع اللاعبي الاهلي في قرة القدم لما اظهروه من ولاء واخلاص وامانة لناديهم برفضهم الانضمام لنوادي اخرى مجلس الادارة من جانبه بيثمن ويقدر ويشكر لعبته على هذا الموقف طب والموقف الموسم ده كان منتخب مصر راح يلعب دورة العاب البحر المتوسط ولعبت الاهلي العمود الرئيسي للمنتخب طب وبعدين حاول يودهم فرق محدش رضي وتمسكوا بالاستمرار رفضوا الانتقال لأي نادي طب والمنتخب هيعمل ايه تدخل رئيس اللجنة لولومبيه عبد الرحمن امين وتوسط بين الاهلي واتحاده الكرة تم الاتفاق على انه الاتحاد يوقف قراراته كلها مفيش حاجة اسمها يلا هل يلعب مع القلوم مفتنطة ولا الكلام الفارغ ده ويقدر مداخلك شر كل القرارات اي قرار يمس الاهلي يتلغي في مقابل ان الاهلي يسحب استقالتهم الاتحاد عشان يقدر الاتحاد او المنتخب ياخد لعيبة الاهلي لدورة البحر المتوسط طب والبطولة قالك بالها دوري اتأخرنا والبطولة زنقت نلغي الدوري اتلغى الدوري وقتها بعد مباراة الترام على هذه الخلفية وكانت الاهلي له مباريات زي مالك كان في الفترة دي لعب مطشين خسر من الاسماعيل مطش وكسب مباراة تانية على الترام فاز على الترام اربعة اتنين وخسر من الاسماعيل بنفس النتيجة استغل غياب الاهلي وتصدر برصيدة 24 نقطة بفرق نقطتين امام الاهلي اللي كانت لسه لهم مباراتين مع الولمبي ومع القناة لو كان لعبهم كان هيحتاج ثلاث نقط للفوز بالبطولة ضع من الاهلي لقب كان اقرب له جدا لكن الاهلي لم يفوز بالدوري وفاز بالمبدأ وفاز بالقيمة وفاز ولاده بلقب تأكيد الانتماء لناديهم بالموقف التاريخي اللي توتو عبر عنه انه فلاح هيرعى الجنائين ولا ينتقل لأي نادي تاني ما هو الناس اللي بتسأل سر الفن الله الحمرة سر العلاقة المميزة سر الزهو بالنادي الاهلي سر التراكم المواقف المبدئية عند النادي الاهلي هي دي هي دي العراقة أساس إبراهيم هي دي اللي تخليك وانت أهلاوي مش فارق معاك البطولات بقدر ما هو فارق معاك المواقف اللي من النوع ده اي انت مكنتش بتدور على ان تكسب الماتش وتقول قطر خير الدنيا حسبولي الماتش انت لا شايف مغلطش ما تحسبنيش ده المبدأ اللي انتصار النادي الاهلي وفي الآخر الدوري لم يكتمل والاهلي يعني لم يعاقب واللعب فضلش الاهلي وعلاقته علاقة اللعبة المميزة بناديهم الاهلي هو ده السر من أسرار نجاح النادي الاهلي